اشتركوا في القناة كورونا المستجد ومدى استقرار الوضع الوبائي في جميع دول العالم فقد تقرر ايقاف تعليق القدوم الى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الاول من صفر من عام 1443 الجاري الموافق للثامن من سبتمبر من عام 2021 الحالي ذلك من الدول الثلاث الاتية اولا دولة الامارات العربية المتحدة ثانيا جمهورية جنوب افريقيا ثالثا جمهورية الارجنتين والسماح بسفر المواطنين الى الدول المشار اليها وقد اكد المصدر على اهمية التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة واضح ان جميع الاجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم